الزمالك يرفض الاستسلام ويفوز على ملدية في الجزائر بهدفين لوباما وشكبالا ويرفع رصيده من النقاط الى خمس نقاط في المجموعة وكده مباراة الجاية مع بطل السنغال وينتظر نتيجة مباراة الترجي وملديه وكل الامال ان هي تكون مباراة مفهاش تفوض. مبروك كابتان وديد. طبعا مبروك نت زمالك مبروك لجمهوره. آآ يعني طبعا كسبنا النهاردة ومبركة صعبة وكان الناس كنت تتكلم. قولت اوقات وصراح حصل. يعني انت قلت انا بطلقية هجومية قلت اي حسن. كل انت قلت. يعني. هكينا قريت دماغ كارترون. هو ده طبعية نت زمالك اللي انت بتهاجم في اي 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 مباراة بتلعبها. لكن بخص كمان مباراة دي يعني انت لازم تكسب. والحمد لله الفرق مش كويس وفايزه اتون صفر. آآ هو طبعا يعني احنا بيقول ان شاء الله زمالكساب موطشين الجايين اللي هو موطش ملودية وتمجز الفقيرة. امه. وهو بقى اللي الترجم مع الملودية هم اللي قرروا بقى الزمالكساد ولا اه. هل تتوقع ايه يعني قبل ما خلينا توقفينهم. ايه. ايه. هل تتوقع سنابه وهيش زي انا. انا ان شاء الله. الترجم فوتها? اه. هقولك هتبقى مباراة آآ مباراة سهلة اشبه بالتمرينة. آآ تأسيمة بين الترجم والملودية لانهما. عشان يطلعوا نتزة مالك وده طبعا اه مش هلاهم احسن فرصة. اه. يعني. انا وازمك يا نادي قوي وصيف البطولة اللي فاتت. اه. يعني نادي منافسين الكبار على البطولات. صحيح. فمفيش احسن من دي فرصة اللي هما يطلعوا نتزة مالك. اه. يعني هو ده. تتوقع ناوما يفوتوها. اه اه انا متكلم من اسبوع وقال. ليه طيب. اقولك ليه. لاني. الترجي النهاردة. مم. بقى عشر ناط. ممدية بقى تمانية. تمام. التعادل هيخلي الترجي اول. ممدية تاني. ليه اللي ده ما يلعبش على الفوز. لان هو. اه هو. لا اصلا هيلعب على الفوز. برضو خلي بالك. انا لعب على الفوز. وكده كده انا انا متأهل. اه والترجي نفس الكلام لو هو عايز يكسب يعني ليه مبراهة تبقى فيها شحنة وفيها. اه فاهم ممكن اصابات ممكن ممكن حاجات كتير جدا. وليه ما انا ملعب بقى السهل والبص واعمل تغييراتي وبراحتي من الفرقتين. وانا كده كده. طب لازم هل بك ياخد اجراء مسلا يطالب مسلا مباراة المباراة تتلعب. اه طبعا هيبقى فيه مباراة المباراة لكن انت اه اه يعني المباراة تتلعب عادي. يعني انا شايف اللي هو المباراة هتتلعب اللي هو عادي. لكن مش هيبقى فيه بقى الحماس وبقى فيه اللي هو اللي بعافر عشان اقطع كورة والكلام ده كله. طب الزمالك يعمل ايه? الزمالك لا مقدرش يعمل حاجة. هو طبعا اه المباراة تتلعب ده رقم واحد رقم اتنين. اه هو زمالك اللي حط نفسه في الوضع ده. اه كل اللي عليه اللي هو النهاردة كسب المباراة باداء كويس واداء راكي. المباراة اللي هي في القاهرة ان كنت انجيسي يكسابها ان شاء الله بنفس المستوى وينتظر بقى اللي هي التراجب مع المولدية ما هو مش في ايده حاجة تانية عملا غير كده. هو اللي وصل على محدد. هو وصل على محدد. نروح للفوز بقى. اه طبعا. شروط التاني اختلف. ما فيش هدف. ما الشروط الاولاني هدفين. اه. سيطرة كبيرة من زمالك. شروط التاني الاداء هيدي شوية. اه. لازباب. هنقول لازباب يعني انت اه حققات اللي مطلوب منك في الشروط الاولاني التارج بتاعك انت كسبان اتون سفر وان كان ده مش اه مش كفاية يعني لكن هنقول اللي هو اه الشروط التاني عمل تغييرات كارترون اه طلعش كبالة وانا اه 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 بدأ اول اه نازل حميد احداد وان كان انا شايف اللي هو تغيير حميد احداد ده يديك انت واحد اكيد واضح انه هو راجل مش مقت يعني خلاص شايف ان مروان حمدي ما كانش كويس. لا مش موضوع ما كانش كويس. خلينا يعني خلي جمهور الزمالك يعني يشوف مروان اكتر من كده ويشارك اكتر من كده يعني. انا مش بدافع عن مروان لكن انا بدافع عن العيب كورة يعني. اه برضو لسه برضو مباراة اه مباراة صعبة خلي مالك لو يلعب او مجرالي اه ويبتدي مباراة. انت واضح انت مقتنع بمروان حمدي. يعني جميل الزمالك مهنداش يعني. طب انا هقول لك حاجة. يعني انا ما كنتش عارف مروان لما اجي الزمالك. ده مبدئيا يعني. طب انت كده تمشي مع الناس باري. ما هو هو. هو اللعاب كورة. ان خطر في الانظر. كلعاب كورة. انت اصدك بقى. اصدك الانظر بيت عليه. اتكلم شوك العام. لا في فرق. لا بس. بس اقول لك. لما جي الزمالك خدت بلك منه وشفته بقى. اقول لك طيب. هو الراجل هو الراجل كنا بنسمع اللي هو كان بيجيب جانب في المقص. صح جدا? طيب. اه الولد ده ما لعبش منتخبات قبل كده. ولا متخب نشيئين ولا شباب ولا كلام ده كله. فعنده الخبرة الدولية قليلة. ده رقم واحد. رقم اتنين بيمشي من مقصها ويجي نادي زمالك. اه نادي كبير نادي بينافس ليه جماهرية? ليه كلمة على السوشال ميديا بتأثر. ضغوط جماهرية ضغوط المنافسة. يعني بديل اوزر رقم واحد اللي هو مش لعب دولي اه متربي دولي يعني بمعنى الكلمة المنتخبات. رقم اتنين. ضغوط. ضغوط. ضغوط كنادي الزمالك. فعنده. ضغوط والكلام ده كله. فانا طبيعي جدا. رقم تلاتة بقى كنادي. ان انا ادي له الفرص. الاختبارات اللي هي مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة. لحد ما اقول خلاص كفاية. ممكن احظه وحش ان هو جايب في وقت الفرقة مضغوطة بتلعب منافسات كبيرة. ترجيب ترجيب. اه طبعا. طبعا. وخوق. نفسه في الدوري. ده امر طبيعي. لكن انا بتكلم على حتة الدخل في افريقيا وفيه الشحن المعمول على الفرقة بالنتايج الافريقية اللي ها هو. فده بيخليه هو مقايد افريقيا فيقولك هو فين الراجل. احنا نبينه يعني مشكلة. مشكلة الناس يعني انا بتكلم كلاعي بكورة. بس. مش مقرنا مسافة بايه ده جدا بينه. لا مسافة بينه وبين مصطفى طبعا. هو بني ايه. خلي باركم من مصطفى ايه فرد في مصر. يعني مصطفى لا معدي الناس دي كلها. معدي. انا فاكر. اوتي لي حسام حسن. مهاجم بس. هو الاقرب. احسام بس. يعني حسام هو اللي بتحت مصطفى ببطل يستاهل هو التلاتين مليون وداربين مليون يستاهل في ظل في ظل اني مفيش فراضه في مصر. يستاهل. يستاهل طبعا. لان انت ما فيش فراضه في مصر. خده الحق لمنتخب مصر في المعسقة الاخيرanti التانية? لا طبعا. لأ. طبعا. هناك طبعا. submission نسبه histories لا طبعا. لا. وناخدش. آآ. على ا Quinn do something تدت مين طبعا انا ان هو ياخد يعني. و برضو برضو هيلعب مع مين برضو موبيغلين برضو موقت في مصطفى محمد وهو في. طب مصطفى محمد ومين تاني. وكانت ومين تاني في المنتخل. احمد ياسر موجود. لا يعني هتقول لا احمد ياسر ولا حسام حسن. مم. كلعب استمرارية على مر السنين. وهتدافع على مر السنين حسان. مم. مش كده. لكن هي الفانيلا برضو بتفرق يعني. لكن حسام من حق. تفرق. اذا كان اولا بلعب في اهل والزمالك كان هيبقى موجود. اه هيبقى موجود. لكن. نقول انت بتبقى صريح. لا صريح ما دي خليبك موضع دي مصر يعني. دي الواقصة. لكن لو حسام مسلا بلعب في في زمالك او في اهلي. لا اهتبقى هيبقى اساسي منتخب مصر ومصطفى محمد. تمام. اه لكن حسام اه انا شاف له هو من احسن فروضة موجودة في مصر الوقتي. بعد رحيل للمصطفى محمد. نحضر زمالك في شكل جديد. يعني بغض نظر عن الموقف موقف الافريك والحزب يتبرمى اللي احنا فيها دي. الزمالك تحس ان هو مختلف عن المشارات اللي فات فيه فيه روح اللعبة عندها رغبة. يعني تحسش في الجماهير. بتعليقات او في السوشال ميديا عندها حاجة اتياحية. لا بص اه حالة. بغض نظر على الموقف السعود او من السعود. تمام. يعني الفترة اللي فاتت اه. لكن هو ده طبيعية اتنات زمالك واداء اه انات زمالك من فترة. يعني هو جيب فترة ووقع والمستوى ما كانش مظبوط خالص. اه. لكن بالاداء بتاع النهاردة ده يعني ده رجع جزء شوية من مستوى الولاد او اللعبة اتنات زمالك. اه. والمفروض يبقى احسن من كده كمان. يعني انت مفروض النهاردة ما بتاعب المريدية بالشكل ده انت اتنين صفر الشوط الاولاني. مفروض الشوط التاني جيب تالت ورابع. ده طبيعي. لكن اه زي ما قلتلك بالرغم المكسب لكن في افراد برضو في 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 الفرقة لازم ترجع نفسها شوية. زي مين? اه رقم احد اوباما. اوباما. اوباما مش حسه خالص وبينشارق ايه رقم اتنين. اه الاتنين دول من وجه اه. اه الاتنين دول اه. اه. افرجاني عالي بس برضو محتاج يجري شوية. يعني يعني يبقى فيه. يساعد طارق. هيجدد دولا. اخذ كلام بقى. ما اعتقدش لو هيجدد. اخلاص هيجدد. هو طالب اتنين وستمائة الف يورو كتير جدا او سبعمائة الف يورو كتير جدا اوى على ناتزة مالك. هو طالب تقريبا مليون وستمائة الف يورو. بس هو طالب ياخد مستحقاته القديمة. لا ماذا هياخدها كده كده. لا هو طالب. لا هو طالب ياخدها قبل ما ياخد فروس جديد. طب هقول لك حاجة. ده كلام اللي خرج النزة. هي الفروس دي رقم واحد هو عايزها طبعا قديمة وضحق وهياخدها كده كده. لكن النزة مالك اللي انا عرفه عرض مليون وستمائة الف يورو. آآ المجلس الموجود. لكن هو مش موافق. عايز اتنين. هو عايز اتنين وين. اتنين ونص مليون يورو. آآ غير المستحقات القديمة هياخد. آآ ونت كمان يعني صوفي من غير درائب. كده 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 هاخد مستحقاتي يعني كده كده هاخدها يعني. آآ لكن هو ما جدتش ما جدتش حد دلوقتي فمعنا كده. آآ بنسبك فين هو مش موجود يعني. بين شاركة يعني دي. بين شاركة آآ مستوى لسه بقاله فترة بعيد. آآ معرفش ايه الاسباب. آآ لكن هو امكانياته عالية جدا انه عند ومستوى آآ يعني كان اعلى بكتير آآ من فترة. معرفش ايه الجديد اللي حصل اللي خلاله مستوى ينزل كده. يتراجع يعني. لانه احنا احنا شايفين اللي هو كان بنشارك ايه كان حلي من حلول نادزة مالك في التلتي الهجوم. دلوقتي ما احنا مش حس بيه خلص. آآ. طب ده مش كده ايه موعد عادي ومستمر. واخد مستحقات. مش عارفين بقى. يعني اه. ممكن حاجة شخصية في حاجة بره الملعب احنا ما نعرفهاش آآ. ماس حد بيكلمه من بره نادي تاني آآ. ده بالعكس لو حد لو نادي لو هو متفق مع نادي تاني او حاجة زي كده مفروض هو مرتاح آآ. ده مش متفق مع نادي تاني. وليس عقده مستمر. ممكن يكون حد بدول عرود. حتى لو جاله عرود ما هو آآ يعني انت بتقول عقده مستمرت فطب هاخد عرود يعني هيكلم مع مين او هيجاله عرود من مين بدل عقدو مستمر. ممكن لأ ممكن. قد عزيلا يأكلمه عادة. وارد جدا من اهلي. بص سأقول لك حاجة. بص اقول لك حاجة اصمر. اللعب ازا كان فرجاني ولا بن شرقي. اللعبة دي كبيرة عشان موجودة في ناتي الزمالك. اللعبة دي كبيرة. عشان هي موجودة في ناتي الزمالك. لا مش بلتهم. طبعا 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 لو وجود الزمالك. لا فستنب. ما ا osoby في الزمالك خدوا فرصتها اتكلم. دني فرصتة اتكلم بس في النوطة دي عليش. عشان بس. لا لا لا. انا بتكلم وعارف انا بقول ايه. هم كويسين برضو. وجودهم في الزمالة طبعا ان خليهم نواروا وظهروا اكيدا. انا بقول يعني انا عارف انا بقول ايه. ما هو. يعني انا ازا خبشوا. مش هاي جنات زمالك من الاول. طبعا. تمام ده. هم كانوا مطفيين. عارفين ايه. كان زي. ارجاني كان جاي رجع من اصابة بنشارقي نفس الكلام. يعني ما كانش حد يعرفه في السعودية. خلينا نتكلم المنطق او المعروف يعني هو فرجاني وبينشارق. ما كانوش مسمعين او ازا كان من شارق كان مسامع شوية لما جاب بجنف الاهلي. هنا في الكاغرة. اه. لكن هما كبار لما جوا من ناتب زمالك. وقدوا مع ناتب زمالك. لكن مجرد. مجرد ان مثلا مثلا فرجاني هنقول لفرجاني اللقرب اللي هو ييمشي يعنye.олог فرجاني خرج من ناتب زمالك لمحاتش اعرفها. xiها qui causACK شكرا طفو. لمحاتش اعرفها تاني. ازا كان دور�an على المبي مشي ليه موجود في منتخب تونس ورجوه مع طول عمره موجود في منتخب تونس السبقة أساسي هو موجود مع زمالك وتعلقه خلاه بقى وضعه مختلف بصة يعني هو كان التونس يعرفه طبعا لكن في مصر هنا ما كناش نعرفه يا جماعة ما كناش نعرفه لما حد جيناد الزمالك يعني حتى ما كان في السعودية ما كانش بيلعب هناك وجي الزمالك هيروحوا تاني مش هيفرق أي حد برا الزمالك مش هيبقى لعب كبير هيبقى لعيب عادي لعيبة كتير كبار لكن اللعابة دي بتنور لما تيجي نادي الزمالك أو النادي الأهلي طبعا يعني اللعابة دي بتنور قوي والعالم العربي بيعرفهم لما بيجو نادي الزمالك أو النادي الزمالك ده حقيقي نعملناش دعوة بالكلام ده كله متى كده هتكبرني أخش عالموضوع اللي هو بينا اللي هو أحمد فتح أحمد فتح دلوقتي بيرمز ملعبش ومطش عامل مشكلة زعلان تسليبات من بيرامز ان هو حصل مشكلة هم بيقولوا اللي هو مشخصين تسليبات ان هو ممكن يرجع الاهلي انت الموقف شايفه ازاي هو رجل اولا بيجبني ان هو واضح ان هو يعني عملك كده شابه الاهلي وراه قطر عاد احتراف عشان فلوس وكان واضح لما رجل وصاب بيرامز برضو راح قال واضح ان هو كان عنده عرض مالي هو راح ناكمة انت خلاص بقى انت لما اخترت الفلوس وانت بتتكلم باحترافية يبقى لست تحمل بقى وده طبيعي وحق يلعب اللي هو عايزه صحيح لكن برضو انا شايفها اللي هو اختار اللي هو يمشي من الاهلي عشان سنة زيادة تقريبا او فلوس زيادة سنة اه انا شايف هو خسران طبعا خلينا نقول لنا احمد فاتحي ادى للنادي الاهلي منتخب مصر كتير جدا هنقول على منتخب مصر كنا نتكلم على الزمالك هنا يعني هنقول قدر منتخب مصر كتير جدا وعمل انجازات مع منتخب مصر كتير وراجل لعيب راجل بامانة لعيب راجل فسواء هو اختار اختياره كان الخطأ لما مش من الاهلي وهو حر فيه لكن اللي بيحصل معا دلوقتي من بيرومدز ده الاسوأ ان ما ينفعش ان احمد فاتحي بتاريخه الكبير كده مع منتخب مصر يحصل فيه اللي هو عايزين يستغنى عن احمد فاتحي ده ده مزعلني بصراحة بقيد عن اي حاجة هو زعلان عشان عدم مشاركته بشكل انساسي ما خدش وضعه طبيعي خلاه ما رايش موجود في تشكلة المنتخب اللي لابت اللي فاتت هو كان الكابتن الاول في المنتخب هو شايفها كده هو مش هاي بس هو مجرد اللي هو اللي بيطلع من الاهلに زاملك ده اه نادي تاني Access să fardj انا عرفش ظروف اللي هو مش يعني تدعمل معا ايدة في النادي الاهلي هو الفلوس كان دعفي الرقم اللي هو جايل دعفي الرقم اه اه برضو حسابها سن تلاتة ورداتين اواربعة تنتي تريبا اه اه برضو انها سنتين سنة. اهو تلاتة يعني هو. الاهلي كلمه في سنة او سنتين وهو هناك. الاهلي كلمه في سنتين. اه. وابيرامد تلاتة. اه. اه. اه معرفش الفلوس بقى هناك كم هناك كم? اضافة راقم ثاني. يعني هو في الاهلي كان عارك كم? اهلو يصل احساشر اه مليون او اتناشر مليون. تمام. وهناك اهلو يصل حاجة وعشرين مليون. حاجة في السن ده حساباته طبعا حساباته بس خلينا نتكلم بقى يعني في المجمل لا هو خسران هو باللي حصل ده خسران كتير خسر لا خسر ما يفرق معاه وهو لا سيبك بقى من الفلوس لاني خلي بالك موحمد فاتح برضو عمل فلوس سنه برضو خلاص اسمه قبيل لو قلنا المزايا اللي هي ممكن تختلف عن حد تين صغير يعني الناس اللي بتلعب كرة دي هو مش فاهمة ان مهما الفلوس اللي انت هتعمل لو انت بتلعب انت هجي لك فلوس اكتر اكتر بكتير لما تبطل قعدت عزك يشغل التحليل التجيبزيوني اشتغل مدرب دي فلوس دايما بقى على حد يعني عزك تواجده في الناد الاهلة يفرق معا كده كان يفرق كتير يعني لكن هو هو اختار براحته يعني اللي هو اللي اختار بتاعه لكن انا برضو اللي بدايني ممكن يرجع ممكن يرجع عند الاهلة ما اعتقدش لا صعب صعب المين ده هو صعب ولا صعب الاهلة يوافق لا الاهل يوافق طب الاهل يعني خرجوا بشكل كويس والاهل كان مبسوط ان هو ماشي لا بس هو عرض عليه وهو قالك لا انا افضل بيرامز هو عشان كان واضح من اول غير رمضان صحب يعني هو كان واضح قال لي انا رايح بيرامز فخلص هو فالناس يتعاملوا معاه على اساس اللي هو خلص هو ماشي فما اعتقدش اللي هو وخلي بالك كان في بداية الموسم برضو كان فيه كلام اللي هو ممكن يرجع تاني قبل ما يبدأه لكن ما عرفش اللي حصل لكن يعني خليه بقى ربنا يعني يوفاه في اللي جاي لكن برضو تعامل بيرامز معاه مش مش حلو خلص نرجع تاني للزمالك الفوز النهاردة الزمالك خلاص الدوري هيرجع لفترة الجاية دير رجع خلاص الزمالك هيبقى شكله هو متصدر الدوري الزمالك هيبقى مختلف عنده روح البطولة يكمل اكتر ويكمل مع الفرق خاصة ما احنا عندنا في شهر يوم 18 ابريل مباراة الاهل والزمالك ودي مباراة القمة في رمضان وهتتلعب يعني اتحد القرى اكد ما فيش تاجيل تمام اذا ماك هيقدر يكمل المسيرة بقى بشكل طبعا ويبطولها في الملعب فيه دو اه انت لو سألتني قلتلي يعني الفروكيا دلوقتي اهم ولا الدوري اقولك الدوري اهم كتير يعني الدوري انت متصدر وماشي بشكل كويس انت الفروكيا دلوقتي مش هنقول خمسين خمسين هنقول ستين اربعين لكن في الدور انت خمسين خمسين بينك وبين النادل الاهلي ولو الاهلي تكسب المؤجلات بتاعته هيبقى فرق ثلاثة ابنته اللي هي الماتشات اللي بينك ماتش بينهم اه معنا بالزبط الماتش اللي بين الاهلي والزمالك لكن فانا بقول اللي عابد نادي الزمالك والمدير الفني او الجهاز الفني بتركيزي بقى اكتر في بطولة الدور العام لان انت لو حصل فرق بينك وبين الزمالك الزمالك قادر ستروح الجديدة معي ومدير الفني جديد قادر هو يحبز على الفرق خاصة لما تقول اني كرتيرون نقول حظه عالي على الاهلي مثلا اه ممكن اه طبعا وهو حظه عالي بالنتايج لكن انا عايز بس قال الاستمرارية في الاداء والاداء اللي بقى احسن من كده كمان واهم حاجة ان انت في الدور العام ما تضيعش نقطة ما تضيعش نقطة في الماتشات اللي جاية لازم تكسب كل ماتشاتك عشان يبقى انت ماشي مع الاهلي ند بند لحد الماتش بتاعكو لكن لو انت فردت في اي نقطة تانية في الماتشات التانية هتبقى مشكلة كبيرة في حاجة ما قلناش بالتحليل كنت عايز ولا في الايه بالتحليل في المرة ايه في حاجة لما بسالك انت حاجة اه كله طبعا اه يعني ان الناس حاجة مثلا ولا انت هتفكرني بحاجة سيف الجزيرة كنت انت برضو يعني اتكلم فيه قبل ايه لا سيف اه ده هيلع في الدوري هيلع في الدوري ايه هو شكله كده اللي هو يعتمد عليه كرتيرون متقلق متقلق مع متخب تنسى الفترة الفاته دي اه بالضبط مش مشكلة كويس وهو فرود كويس وقلنا عليه فرود كويس وللاسف لهو مش مقادة فروكير لكن هو برضو اكيد هيفيد الزمالك في الدوري العام لانه وخصوصا ان الزمالك محتاج سترايكر او فرود كويس على المستوى عالي يعني يعود تقريبا غياب مصطفى محمد بتاكيد يا جب نورتنا كبير ربنا خليك يا سلام شاهد المتابعات البيزيون اليوم السابع كنا اردى في السود التعليل لموارات الزمالك ومدية زمالك كسب هدفين لوباما وشيكابالا انتهينا من جزء الفني وهنبوك لجزء التحليل التحكيم مع كابتن عادل عقل بعد قليل شكرا لك يا توليد شكرا لك يا سلام شكرا لك شكرا